اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد من جديد في حلقة جديدة مع قصة الكنيسة وانتهينا الاسبوع الماضي بعد حادثة القبض على بولس في الهيكل ومسوله امام جماعة وجمع كبير من اليهود وفي حضور الامير وبدأ يدافع عن نفسه وتكلم عن نشأته اليهودية وعن تربيته ايضا وهو يتعلم النموس ثم حكى عن اختبار تجديد وما حدث في الطريق الى دمشق وصلنا الى سفر الاعمال اصاح اتنين وعشرين والايات من سبعتاشر الى واحد وعشرين وهو يحكي عن ارساليته الى الامم يقول وحدث لي بعد ما رجعته الى اورشالين وكنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة فرأيته قائلا لي اسرع وخرج عاجلا من اورشالين لانهم لا يقبلون شهادتك عني فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا سياب الذين قتلوه فقال لي اذهب فاني سأرسلك الى الامم بعيدا بولس هنا بيقمل دفاعه وبيخبر الجموع برؤية خاصة رآها في الهيكل في اورشالين وهنا بيذكر بحكمة تقديره لقدسية الهيكل اللي هم هنا بيتهموه بتدنيسه لم يذكر بالاسم يسوع الذي كلمه في الرؤية لكنه قصد انه يكشف انه عنده دعوة خاصة للكرازة للامم إذ قال له الرب اسرع واخرج عاجلا من اورشالين لانهم لا يقبلون شهادتك عني وكان بولس بيعتقد ان ماضية وغيرته على اليهودية تؤهله اكثر للكرازة لليهود فكان جوابه للرب هم يعلمون ما كنت عليه في الماضي وعلى سبيل المثال الدور اللي انا قمت به عند رجم استفانوس لكن الرب اكد على ما امره به وقال له انه يخرج من اورشالين ويذهب الى الامم واضح ومعروف انه تعرض للقتل من اليهود لكن الاخوة احضروا الى قيصرية وبعدين ارسلوا الى ترسوس وبالطبع خرج معهم لان الرب امره بذلك فالقصة في اصح تسعة في اعمال تسعة بتقدم لنا الجانب البشري في الاحداث واللي كانت بالطبع بتحقق قصد الله علشان بولس يذهب الى الامم برسالة الانجيل واضح انه الجماهير وهي في ساحة الهيكل الخارجية بتصغي الى بولس باهتمام لغاية ما قال كلمته المهمة جدا هنا قول الرب لي سأرسلك الى الامم بعيدا عند هذه العبارة استشاطت الجموع غضب وبدأت تهتف مطالبة بموته وده اللي بيقول البشير اللوء هنا في الايات 22 الى 24 من اصح 22 فسمعوا له حتى هذه الكلمة اللي هي لما قال ان الرب قال له سأرسلك الى الامم ثم رفعوا اصواتهم قائلين خز مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش واسكانوا يصيحون ويطرحون صيابهم ويرمون غبارا الى الجو امر الامير ان يذهب به الى المعسكر قائلا ان يفحص بضربات ليعلم لاي سبب كانوا يصرخون علي هكذا اليهود شافوا في دفاع بولس انه يضعهم مع الامم الغلف على نفس المستوى وده اللي ملأ قلوبهم بالغضب والغيز وبدأوا يصرخون خز مثل هذا لانه لا يجوز ان يعيش برضو من الغريب انه هذه نفس الصرخة اللي طالبوا بها بلاطس عن يسوع خز مثل هذا وبرضو استفانوس في اعمال سبعة واية سبعة وخمسين وزاد التعبير عن غضبهم انه بدأت الجماهير تطرح السياب وترمي الغبار للجو تأكيد بانه هما وجدوا بولس مجدف ويستحق الموت رجما بالحجارة وهم على استعداد انه هما يعملوا هذا الامر يعني يرجموهم الحجارة الان وده يقول لنا يا حباي اديه كان في هذه اللحظة الرسول بولس قريب جدا من الموت لكن الحقيقة الامير كان ليه رأي اخر وقرر ان هو يفحص بضربات يعني برضو قرار صعب لكن هذا القرار الحقيقة انقذ بولس من ان تفتك به الجماهير لكن لاجل تعذيبه اراد ان يفعل هذا وكانوا الحقيقة بيستعملوا هذه الطريقة علشان اجبار المتهمين على الاعتراف بجرائمهم من المرجح ان الامير لم يفهم بعد على وجه الدقة دفاع بولس لانه يمكن منه حياة كان بيتكلم بالارامية فاختار امر تعذيبه علشان اسكات الجماهير لكن ما حدث برضو امر مبارك وهو نجاة بولس من الجلد يقولنا الايات من 25 الى 29 في اصحاح 22 من سفر العمل لما مدوه للصياط قال بولس لقائد المئة الواقف ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه فلما سمع قائد المئة ذهب الى الامير واخبره قائلا انظر ماذا انت مزمع ان تفعل لان هذا الرجل روماني فجاء الامير وقال له قل لي انت روماني فقال نعم فاجاب الامير اما انا فمن مبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال بولس اما انا فقد ولدت فيها وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه واختش الامير لما علم انه روماني ولانه قد قيده خلونا نفتكر المشهد احبائي بولس في طريقه الى الجلد وعملية الجلد كانت عملية مؤلمة جدا وكان بيمارس بالصياط مطفورة من الجلد بها قطع من المعدن او من العظام وكانت تصيب من يجلد بالام مبرحة احيانا كانت تؤدي الى الموت وقبل جلده اعلن الرسول بولس عن جنسيته الرومانية زي ما فعل مرة قبل كده في فليبي في عمال 16 وكان القانون الروماني يمنع ضرب او جلد من يحمل الجنسية الرومانية وطيقن الامير من حصول بولس على هذه الجنسية الرومانية بالميلاد وبالتالي نجى بولس من عملية الجلد ثم انتقلت المحاكمة بعد كده الى مجمع السنهدريم وده الحقيقة يعني رواية طويلة ابن اراها في اصحح 22 من اية 30 الى اصحح 23 وآية 11 في سفر الاعمال بولس امام المجمع في اية 30 وفي الغدي اسكان يريد ان يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه حله من الرباط وامر ان يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم فاحضر بولس واقامه لديهم بعد نجاة بولس من الجلد في اليوم التالي الامير اراد ان يتحقق من قضيته فدع مجمع السنهدريم للانعقاد وعايز يعرف منهم على وجه التحقيق ايه تهمت هذا الرجل وبعدين اعطي لبولس فرصة للكلام فبتلا يتكلم اية 1 الى 5 في اصح 23 تفرس بولس في المجمع وقال ايها الرجال الاخوة اني بكل ضمير صالح قد عشت ولله الى هذا اليوم فامر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده ان يضربوه على فمه حينئذ قال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض افأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وانت تأمر بضربي مخالفا للناموس فقال الواقفون اتشتم رئيس كهنة الله فقال بولس لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوء الحقيقة في اكتر من معضلة في هذه الايات الايات الخمسة الاولى من الصح 23 لكن خلينا نفتكر انه من 25 سنة تقريبا بولس كان عضو في هذا المجمع واخد منه رسائل توصية لتعقب المسيحيين في ضمشك واتهدهم وفي البداية اراد ان يبرر نفسه من تهم ارتداده عن ناموس موسى او الاساءة لليهود واليهودية وانه بيشهد بكل ضمير صالح قد عشته لله الى هذا اليوم واكتر من مرة بولس كان مهتم بهذه الحقيقة يؤكد على هذا الجانب في ايمانه فنذكر في تموساوس التانية اصح واحد وآية ثلاثة اني اشكر الله الذي يعبده من اجدادي بضمير طاهر كما اذكرك بالانقطاع في طلباتي ليلا ونهارا وفي كورنس الاولى ايضا اصح اربعة وآية اربعة فاني لست اشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبررا ولكن الذي يحكم فيي هو الرب وفي اعمال اربعة وعشرين وآية ستاشر لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عصرة من نحو الله والناس وهو بيشهد بهذا حنانيا رئيس الكاهنة امر بضرب بولوس على فمه وحنانيا كان رئيس فعلي للكاهنة من سنة تمانية واربعين لاثنين وخمسين لكنه لم يكن محبوب على الاطلاق في الوقت ده هو كان بيحمل لقب رئيس كاهنة لكن هو رئيس كاهنة سابق وعرف الحقيقة بظلمه لبقية الكاهنة وبالسبب جرائمه الكثيرة ارسل الى روما مقيد ليحاكم هناك لكنه نجى من الدعوة المقدمة ضده ورجع لوريشاليم سنة سبعة وخمسين وسمح له فيليكس الوالي بممارسة الكاهنوت مرة اخرى وبعد كده رسم اسماعيل رئيسا للكاهنة فكان كل من تولى رئاسة الكاهنوت يحمل اللقب مدة حياته فحنانيا حاضر في المجمع وهو بيحمل اللقب رئيس كاهنة لم يحتمل ان بولوس يبرع نفسه او يكمل دفاعه بهذا الشكل فامر بضرب بولوس على فمه كان رد فعل بولوس انه تنبأ على حنانيا سيضربك الله ايها الحائط المبيض والبعض قارن بين موقف بولوس هذا وموقف المسيح زي ما كتب عنه الرسول بطرس في رسالته الاولى صح 2 واية 23 الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعد وبولوس نفسه كتب بعد كده في كورونس الاولى 14 ونتعب عاملين بأيدينا نشتم فنبارك نضطهض فنحتمل فازاي بولوس هنا بيقول سيضربك الله ايها الحائط المبيض البعض الاخر قال ان المسيح قال عن هيروليس السعلب فبوليس هنا بيخاطب رئيس الكهنة وهو شايفه بيعوج القضاء لانه كان مفروض يسمع لبوليس اولا وبعدين يحكم عليه حسب الشريعة زي ما قال واحد منهم وهو نقيديموس لعل نموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل الشريعة اوسط كثيرا بالقضاء العادل اذا حنانيا خالف النموس بامره بضرب بولوس فبولوس الحقيقة مش بيرد الضرب بشتيمة لكن بيتنبع على مستقبل حنانيا هذا وده اللي شهد بيه المؤرخ المشهور يوسيفس اليهودي وكتب عن موت حنانيا مقتولا بعد خمس سنوات من هذا المجمع لكن بعض الحاضرين قالوا لبوليس اتشتم رئيس كهنة الله وكان جواب بوليس لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة ازاي بوليس بيقول كده يمكن حنانيا ما كانش لابس سياب خاصة لرئيس الكهنة وكان واحد كأنه شخص عادي بين الناس واكمل بوليس باقتباسه من سفر الخروج صح 22 وآية 28 رئيس شعبك لا تقل فيه سوء ويرى البعض انه في عبارة بوليس هنا لم اكن اعرف ايها الاخوة انه رئيس كهنة اندهاش وسخرية من بوليس فازاي لرئيس كهنة ان يأمر بضربها كذا لا يمكن كأن بوليس بيقول كده لا يمكن ان يكون هذا الانسان رئيس كهنة وهناك من رأى بوليس بسبب ضعف بصره لم يستطع ان يميز انه رئيس كهنة حبائي لسه المحكمة وليسه دفاع بوليس مستمر لكن ارجو ان انا اتوقف هنا ونكمل حديثنا في الاسبوع القادم بمشية الرب لكن مرة تاني بنوقف قدام هذه الشخصية المباركة المستخدمة جدا من الله اللي حمل الانجيل الى قرات العالم المعروفة في ذلك الوقت الرسول بوليس واحنا بنقرأ نصف العهد الجديد بحسب ما كتب هو بالروح الكلس ونقرأ عن كم الكنائس اللي اسسها وبناها ونقرأ عن الجماهير الاعداد الغفيرة اللي ربحها من خلال انجيل المسيح لكن هنا بنشوف الجانب الاخر من الالام ومن المعاناة ومن التضحية علشان كده كان فيه صمر وهذا الصمر كان ليه سمن وبوليس كان عنده استعداد يدفع السمن ويمكن مشاهد هذه المحاكمة والضربات والإهانات والقيود هو كان عنده استعداد يعمل كده وبالتالي الرب اداله صمر مبارك في خدمته حبائي كتير بقول الخدمة الغير مكلفة لا تعطي صمر الخدمة اللي همها بس الكرامة والمكانة والمجد ولا تعرف الألم والمعاناة ودفع السمن لا تأتي بصمر وصلي إن كل حد يشارك في خدمة الرب خلي عندك استعداد لتحمل الألم للتعب لمرات الإهانة لأحيانا سوء الفهم خلي عندك استعداد للتضحية والعطاء وإحنا عينينا على بولس وعينينا بالأولى على مسيح بولس اللي تحمل قبله الكثير جدا جدا وبالتالي كان فيه صامر مبارك وصلي أن يسمر الرب في خدمة كل خدامه لمجد اسمه والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر